في مناطق الصراع بإقليم الدنباس شرق أوكرانيا أصيب جنديان أوكرانيان بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية التي شهدت انتهاك وقف إطلاق النار سبع عشرة مرة من قبل المسلحين الموالين لروسيا أكد متحدث باسم القوات الأوكرانية في اتصال مع قناة يو تيفي أن الأسلحة المحضورة بموجب اتفاق مينسك للسلام استخدمت سبع مرات خلال اليوم الماضي أكثر المناطق توترا كانت في اتجاه ماريوبل الاستراتيجية حيث تعرضت بلدة تلكوفكا لإطلاق النار باستخدام قذائف الهون من عيار مائة وعشرين مليمترا كما هجمت بلدتان لبيدينسكي وشيروكينا باستخدام قذائف الهون من عيار اثنين وثمانين مليمترا مع بداية اليوم أطلق العدو النار مرتين على مواقع القوات الموحدة قرب بلدتي جنوتوفو وغوديان الواقعتين في اتجاه ماريوبل وذلك باستخدام قذفات القنابل اليدوية والمدافع الرشاشة من العيار الثقيل والأسلحة الخفيفة اشتركوا في القناة